اشتركوا في القناة الله عليه وسلم بدوي ونشوف الإجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وسيد البشر وأحب خلق الله إلى الله إلى آخر المتح اللي هو بيتكلم فيه عن رسول الإسلام فبيقول مولده في أعظم حاضرة من حواضر العرب يومها طبعا هنا أنا نفسي بعمل علامة استفهام في مكة المكرمة خير بقاع الأرض وأحب أرض الله إلى الله سماها الله في الكرآن الكريم أم القرى العظيمة كانتها في جزيرة العرب بل في الأرض كلها قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه والتنزل أم القوة من حولها سرطة النعم 92 إلى 90 والإجابة أنه ليه مقام المحمود وأنه هيكون عنده الحود والغريب بقى أنه خير العرب اللي هو قال لك خير العرب أعراقا وأنسابا وأحسابا اللي خير العرب ده اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف ده يعني صنم ده صنم كان موجود ابن قصي ابن كلاب هل عبد مناف وده صنم زي ما قلت لكم ده خير النسب وبعدين بيقول وفي حديث بيقول عن العباس ابن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن كريشا انجلسوا فتذكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض والكبوة ديها جماعة يعني مسبلة وخلينا نكمل الإجابة وأنا هختصر لأن الكلام كتير واللي حبيب ممكن يرجع للفتوى وقد أورصت هذه المكانة الجليلة للنبي في نفوس أصحابه من الإجبار والإجلال والتقدير ما يبلغ الغاية والكمال فهذا أبو بكر الصديق يرجع عن موقف الإمامة في الصلاة ليتقدم النبي ويقول ما كان لابن أبي كحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وده ده رواه البخاري مصر ويرفض أبو أيب الأنصاري رضي الله عنه أن يعلص ثقيفة تحتها رسول الله رواه مسلم وكان عمر بن العز رضي الله عنه يقول ما كنت أطيق أن أمل عيني منه إجلالا إلى غير ذلك من صور الأدب العظيمة التي ضربها الصحابة رضوانا الله عليهم للبشرية كلها في تكريم وإجلال أفضل الرسول وهنا بيقدم بعض الأحاديثة على مكانة الرسول عند الصحابة وأنا كمان من حق أقدم برضو بعض الأحاديث على مكانة الرسول أنه لما كان في مرضه قال ائتوني بكرتاص وقلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعضه راح عمر بن الخطاب قال إيه قال تركوه إنه يهكر شوف المكانة بتاعت الرسول عند الصحابة إزاي وكمان لما مات تركوه ثلاث أيام بدون دفن علشان راحوا يتخنقوا مع الأنصار على الخلافة في الصقيفة صقيفة بني سعيدة برضو دي مكانة ونكمل الإجابة والآن سألتهم اللي يقول لنا إنما كنا نقود ونلعب كل أبي الله وعياته ورسله كنتم تستهزئون ويكملوا الآية سورة التوبة 65 و 66 يقول لك كده قال القاضي عياد رحمه الله في الشفى اعلم وفقنا الله وإيك إن جميع من سبى النبي أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو قسله من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء عن طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له يعني بيسبه والحكم فيه حكم الساب يقتل أنا بقى عايزة أفكركم إن من سبى الله بيستتاب لكن من سبى محمد يقتل ولو تاب ومين هنا أعلى مكانه محمد طبعا أعلى مكانه من الله وخلينا نكمل الإجابة وكذلك من نسب إليه ما لا يلقب من سبه على طريق الزم أو عبس فيه جهته العزيزة بسخف من الكلام وهو جرى ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحن عليه أو غمصه ببعض الأعوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه وهذا كل إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى اللهم جرى ولا شك أن أطلاق لفظ البداوة أو وصفه صلى الله عليه وسلم البدوي هو من التنقيس الصريح والعيب الواضح فإن البداوة وصف زم وتنقيس يقصد به الوسم بالجهل والرعونة والجفاء وهو صلى الله عليه وسلم معلم من رب الأرض والسماء يبقى تلواتي يا جماعة المسلمين بتفقر أن محمد جهل يعني محمد لا يقرأ ولا بيكتب ولو قلت كده هتتقتل خلي بالك ما تقولهش كده ما تقولش أنه هو جاهل لا هو بيقعي وجاهل بس ما تقولش أنه هو بدوي جاهل لا نكمل الإجابة وقد أفتل علماء بكفر كل وصفه إشعار بتنقص قدر الرسول ولو لم يكن صريحا في ذلك حتى روى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله من قال إن رداء النبي وسخ وأراد به عيبه قتلة يعني اللي يقرأ القرآن يا جماعة وسيابك فطهر يقتل سبحان الله ما سياب الرسول طبعا كانتش نظيفة وقال له فسيابك وطهر بس اللي يقوله على سيابه وسخة لا يقتل وده القرآن ونكمل الإجابة وقال أحمد بن أبي سليمان من علماء الملكية توفى عام 291 هجريا من قال أن النبي كان أسود يقتل طيب أنا عندي تعليق هل الأسود مسبة يعني لو واحد لونه أسود دي بتعتبر مسبة لو الرسول كان أبيض هيقولونه ليه يا أسود أكيد كان لونه أسود وحاسس أنه لونه أسود ده مسبة وخلينا نكمل وأفتف قهاء الأندلس بقتل ابن حاتم وصلبه بما شاهد عليه به من استخفاف بحق النبي وتسميته إياه أثناء مناظرته اليتيم وخطن حيدرة وزعمه أنه زهد لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات أكلها إلى أشباه لهذا وهنا دلوقتي عندي تعليق أتل واحد اسمه ابن حاتم في الأندلس وصلبوه ليه؟ لأنه كان بيعمل مواظرة وبيثبت فيها أن الرسول ما كانش زهد وإنه يتيم طيب ما كان يتيم ما دي قرآن مش كان يتيما في قوة يا جماعة وإنه لما كان بيقدم للطيبات كان بيأكل يقولك نهش نهشها يعني دي حديث صحيحة يعني لكن اللي يقول أوصافه في القرآن يتقتل وخلينا نكمل نقل جميع ما سبق القاضي عياد في الشفاء ثم قال وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيره برعاية الغنم أو السهوة أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمته لبعض جيوشه أو أزم عدوه أو شدة من زمنه أو بالميل إلى نساءه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل ونثبته إلى البداوة من الكسب الصريح لأنه عاش بمكة ثم هاجر منها إلى المدينة وهما أفضل مدينتين على الأرض سبحان الله كلها فكيف يكون بدوي يا جماعة هو بيقول إن المدينة ومكة أفضل مدن على الأرض كلها يا جماعة فإزاي تقولوا عليه بدوي ولم يعرف صلى الله عليه وسلم البداية إلا في صغر صغر وحين استردعه في بداية بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية وطبعا ده في السيرة النبوية زي ما هو بيقول اللي يقول إن رسول الإسلام كان رايغانا أو إنه بينسى أو الصحر أو إنه هزم أو إنه أزى حد من أعداءه أو الميل إلى نساءه أو البداوة كل ده يا جماعة هل يعقل إنك لما تقول أوصافه والحقائي اللي تقلت عليه تتقتل كل واحد مش بيؤمن بمحمد كرسول بيقول عنه كده هتقتلهم كلهم هتفرقوا إيه عن الدواج تطلبوا منظراتهم ولما يثبتوا الكلام ده عن محمد تقول لا خلاص طالما أنت بتقول عليه كذا وكذا وكذا إنه بدوي وإنه هزم وإنه بيمين للنساء وإنه أسود وإنه سيابك فطهر يعني دوم ومش نضيفة تتقتل وتابعوني في الحلقة الجاية من سين وجيم وإلى اللقاء التقميكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر